بين مطرقة صواريخ وقذائف الحوثي وسندان صمت وتهميش الشرعية والتحالف ترزح قبائل حجور تحت مأساة تكبر كل يوم وسط تعتيم محلي وإقليمي للوضع الإنساني المتزايد والذي تعيشه حتى اليوم بعد أسابيع من الحرب الضارية والحصار الخانق في بداية الأمر هبت قبائل حجور لدفاع عن نفسها رفضا للصمت الحوثي والاستفزاز المتكرر فقد كانت أحدى مطالب الحوثيين تجنيد المئات من أبناء القبيلة في قتال إخوانهم من اليمنيين في عدد من الجبهات والمحافظات وهي القضية التي ترفضها القبيلة تماما منذ سنوات إلى جانب أساليب تحرش بالقبيلة وأبنائها بصورة مستمرة انتهت أخيرا بحوادث قتل بين أسرتين كان الحوثيون رأس حربة فيها وإلى جانب القصف المتواصل من قبل الحوثيين على قرى حجور وهي عشر مديريات تتناثر فيها عشرة القرى على سفوح الجبال ووديانها فقد تعرض الكثير منها لقصف عنيف خلال الأيام الماضية كما لم يستطع الحوثيون إحراز أي تقدم حتى الآن هذا وتتعرض القبائل أيضا لحرب شرسة يشنها مسلح جماعة الحوثي منذ أيام استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ وسقط جراؤها قتل وجرح من الجانبين وسط خدلان من التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتفيد معلومات نقلتها وسائل أعلام محلية عن بوادر اتفاق بين القبائل والحوثيين وهي معلومات نفاها ناشطون من أبناء حجور مع تأكيدهم أن الحوثيين يحاولون التوصل لاتفاق مؤقت يمهد لهم السيطرة على المديريات بسبب الفشل العسكري الذي منو به خلال الفترة الماضية حيث يحاول الحوثيون إسقاطها بطريقة أخرى عبر الاتفاقيات والمفاوضات الشكلية وهي البوابة التي يجيد الحوثيون اللعب على وترها إلا أنهم أمام قبائل عنيدة وذات مخالب يصعب كسرها أو السيطرة عليها بسهولة مشطاء يمنيون أبدو استغرابهم الشديد من موقف الحكومة والتحالف المتخاذل والذين سيخسرون بسقوط مديرية كشر واحدة من أهم مناطق القبائل التي تتميز بوجود خزان بشري هائل يشكل قوة عسكرية قوية سوف ترجح الكفة لصالح الطرف الآخر إن هو سيطر عليها باعتبار هذه القبائل تتكون من مجموعات شرسة ومتمرسة على القتال كما أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي وعسكري مهم وسيضيف نقاط قوة كبيرة للطرف الذي سيسيطر عليها